تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثية على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيط بالحديدة مصادر عسكرية ذكرت أن مجامع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا تصدت له القوات المشتركة بعد أن خاضت مع المجامع الحوثية اشتباكات عنيفة استمرت ساعات استخدمت فيها أنواع الأسلحة والقذائف وأكدت المصادر أن أبطال القوات المشتركة كبدوا عناصر الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بوقعة قتلى وجرحى في صفوفهم فيما لذا من نجى منهم بالفرار يجرون وراءهم ذيال الهزيمة والانكسار يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري جنوب الحديدة محاولة تحقيق اختراق في صفوف القوات المشتركة وباءت جميعها بالفشل وتلقت على إثرها الضربات المتتالية على أيدي أبطال القوات المشتركة